اشتركوا في القناة سبقا ان ذكرت حتى ان حتى وجود موريطانيا غلط شوف قال ما نؤمن به وبعد ذلك قال انا شخصيا يعني ما نؤمن به هو وكيان ما ينتمي اليه وبعد ذلك قال انا شخصيا انا على فكر عن لان الفاسي والناس كلها تعرف فكر عن لان الفاسي فيما يخص موريطانيا فيما يخص الحدود مع الجزائر وفيما يخص كثير من الامور قال بانني انا فاسي فضلا عن الصحراء فالمغرب يجب ان يعود كما كان قبل الغزو الاوروبي كانت موريطانيا جزءا من الان يعني الان نحن نسبة مغربية الصحراء ببيعة اهلها للعرش المعلكي المغربي ولكن علماء موريطانيا واعيان موريطانيا او ما يسمى الان موريطانيا او بلاد شنغيت ايضا بيعاتهم تابتة الى اخره فاذا هذه صناعة استعمارية قضية صحراء وقضية موريطانيا ولكن قضية موريطانيا اعترف بها المغرب لحال تركت للتاريخ ليقول كلمته في المستقبال شوف هنا ابدأ حتى عدم رضاه باعتراف المغرب والملك الراحل الحسن الثاني بدولة موريطانيا قالك تركت للتاريخ وجود موريطانيا خلط يعني هذا مش معقوب هذا ما هوش كلام من تاع اتحاد عالمي اتحاد العالمي لعلماء الاسلمين اللي حط نفسه انه يتعامل بوسطية وناصح امين للدول الاسلامية بالشعوبها ودولها وحكوماتها وانه كذا وكذا وعنصر ما هوش عنصر عادي عضو فقط هذا رئيس هذا الاتحاد ينسف ويمسح دولة مثل موريطانيا يقول وجودها غلط هذه الجملة خطيرة ما قالش مثلا ان الدولة الموريطانية مع احترامنا لسيادة هذه الدولة وحدودها لو نرجع للتاريخ هناك جدل حدث فيما يخص هذا وجود الدولة وحقيقة حدث جدل المغرب رفض استقلال موريطانيا وبعد ذلك تم الاعتراف بها ودخلت الجامعة الدول العربية وبارك المغرب هذا الامر وانتهى بزيارة الدادة الى المغرب ولقاءه بالحسن الثاني يعني امور واضحة وبينا ولكن يجي يتكلم بهذه الطريقة ويتباهى بمنطق التوسع هذا في مفهوم في مفهوم الكثير من الاطراف انه منطق توسعي هذا اصلا شيء اللي يقول فيه هذا ولما ترجع الى مبادئ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هذاك في واد والاخر في واد يعني كيف اتحاد عالمي لعلماء المسلمين يعني رئيسه لا يحترم مبادئه يعني انت هذا الاتحاد المفروض يحترم كل الدول يحترم وجود الدول هو هنا تحدث بصفته ماذا اذا تصفته بمغربي المغرب راه واعترف باستقلال موريطانيا والدولة الموريطانية ويتعامل معها وتبادل السفراء واليومين هذا يتعامل معها لهذا الاساس واذا كان يتكلم كرئيس الاتحاد رئيس الاتحاد رأي تبرأت منه وتبرأت من تصريحاته واذا كان يتحدث كواحد يحمل فكر علال الفاسي ومثله مثل شباط اللي نفس الحكاية اثار جدل من قبل فيما يخص الصحراء الشرقية وفيما يخص موريطانيا وكذا 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 واثار الجدل انذاك وعبرت الدولة المغربية على انه هذا يتحمل مسؤوليته كحزب ولا يعبر عن الدولة المغربية انت اصلا هو اصلا معادي معادي للدولة المغربية بهذه التصريحات الا اذا كانت الدولة المغربية راضية على هذا الشيء راضية على هذا الشيء ولا اعتقد بانه شخص مثله بما كانته يجيي عبر على هذا الفكر وبهذه الطريقة ويمسح دولة من وجودها لو انه المغرب ما اعترف بها اصلا نقوله ممكن المغرب اعترف بيها أنت أول واحد عصيت ما صار الدولة والأسرة العلوية اللي أنت نبايعها وعاصي أمرها عاصي أمرها كيف وجود غلط يعني لو نرجع ما قبل ذلك راح نشوفه راه خرائط العالم تخيرت على مدار عقود لو نرجعوا للمرابطين نبقوهم أن تلقوا موريطانيا وراحوا للمغرب يعني يجي واحد يقولك لا المغرب أيضا موريطاني بحكم الدولة المرابطية وقبل ذلك أيضا نرجع للفتوحات الإسلامية لما جاءوا من الحجاز وما إلى ذلك نرجعوا هكذا نرجعوا هكذا حتى نرجعوا إلى عهد آدم يقولك هذه الدول كل مكانتش كان غير آدم عليه السلام يعني هذا منطق ما يكون في بناء الدول الدول قد تكون هناك أمور دول حدثت معها مشاكل حدودية ولكن عندما تتفق الدول وتوقع اتفاقيات ويجري الاحترافات انتهى هذا الموضوع ما يجي واحد يقول هذا إذا كهذا الكلام معناها أنه الرسون يقول بأن الحسن الثاني ارتكب خطيئة كبرى وبعد ذلك محمد السادس الذي استمر على هذا النهج ارتكب خطيئة كبرى هذا مختصر كلامه إذا عبر عليه كشخص كعالم في الدين شيء وإذا عبر عليها كمغربي يمثل طيار معين طيار علال الفاسي شيء آخر وإذا عبر عليه باسم الاتحاد حاول الاتحاد تبرأ منه المهم خلينا نواصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر